ياهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية وكل عام وانتوا بخير والله يتقبل منا ومنكم صالح العمال زمان عن السلسل اه اقل من ثلاثين يوم يا جماعة تفصلنا عن عودة الانيمي الشهير جدا الانيمي اللي في كل سنة يسوي ضي ويقلب الدنيا فوق تحت انيمي ديمون سلاير او كيميتسو نيايبا او قاتل الشياطين ثلاثين يوم تقريبا وقال يعني لو انك مفهي مثل خويك ودائما تنسى الاحداث بشكل مستمر من كثرة الانيميات اللي جالس تتابعها فعندك فرصة مرة وفترة طويلة انك تتابع الانيمي من جديد بحيث لما ينزل الموسم الرابع باذن الله بعد ثلاثين يوم تكون مستعد لمتابعة الحلقات وتكون ملم بكل الاحداث اللي انت تحتاجها وفي حالك ما تابعت ديمون سلاير كامون مين وفيلم جودزيلا وكونغ الجزء الثالث يا جماعة وصل الى صلاة السينما قبل ثلاثة اسابيع تقريبا وقدر انه يحصل على تقييم متوقع يعني واللي هو 6.5 من 10 التقييم ترى هذا مرة منطقي لسلسلة معظمها استعراضية وخيال علمي واكشن ومليانة قتالات ومؤثرات بصرية عموما فيلم جودزيلا وكونغ الجديد يا جماعة قدر يجمع خلال ثلاثة اسابيع من نزوله اكثر من 400 مليون دولار امريكي متوقع اوه متوقع ونص جودزيلا وكونغ انت صاحي انت صاحي والحلقة رقم الف ومائة من الانيمي الاعظم على الاطلاق انيمي وان بيس او القطع الواحدة وصلت قبل فترة يا جماعة وحققت رقم تاريخي في هذه السلسلة اول ما نزلت الحلقة الف ومائة الف ومائة وجيه الف ومائة حلقة هذول اللي ما يعرفون وان بيس بيقولوا زي كده ايهو الف طبيعي ترى مرة طبيعي والقصة باقي يعني ممكن توصل 1500 مرة طبيعي ما تسمع بالارقام دي صاح تعال معانا عالم الانيمي بس وازعف عموما يا جماعة الحلقة رقم الف ومائة من انيمي وان بيس قدرت انها تحصل على تقييم عشرة من عشرة اول ما نزلت بعدين ايش نزلت الى 9.9 من عشرة بعدين العيال ذوليك عرفوا وقاموا وقالوا نزلت الى 9.18 الله المستعد تقييم زي كده مرة يعتبر خارق جدا يعني في عرف الحلقات وليس الافلام حلقة مسلسل او انيمي تنزل وتاخد تقييم زي كده عالي دائم واذا ما تابعت وان بيس للحين احب اقولك لا تتابعه لانه ما اختارك ببساطة وفيلم دون الجزء الثاني يا جماعة وبعد خمسة اسابيع اعتقق من عرضه هو له سبع اسابيع يعرض ولكن بعد خمسة اسابيع من عرضه توفرت منه نسخ عالية الجودة على الانترنت وبإمكانك الان في هذه اللحظة تروح تتابعه من البيت براحتك من الجوال من اللابتوب محمد النعامي تتابعه على جوال باندأ براحتكم وتقدر تروح تتابعه في السينما برضه موجود في السينما انا شخصيا يا جماعة تابعت فيلم دون الجزء الثاني ثلاث مرات مرة في السينما ومرة الحالي في البيت ومرة مع العيال فيلم خارق يا اخي سلسلة دون هذه يعني صراحة حاجة كلنا نحتاجها من زمان كنا نحتاج كده سلسلة جديدة كده تعيد لنا الشغف لمتابعة الافلام وبالنسبة لتقييم الفيلم يا جماعة الى تاريخ هذا الفيديو فهو 8.8 من عشرة والتقييم هذا وضع فيلم دون الجزء الثاني في المركز السابع عشر في قائمة افضل 250 فيلم استاهل استاهل ومثل ما توقع الكثير ومثل ما توقعت انا الفيلم قدر يجمع ايرادات وصلت الى 700 مليون دولار علما ان ميزانيته وصلت الى 200 مليون دولار ارباح ولا مش ارباح اضرب يا حبيبي الارباح لا حقيقي ذي المرة بقولها من جد اذا ما تابعت دون للحين ارجوك ارجوك اروح تابعه صديقني انت محظوظ انك تشوف الفيلمين وراء بعض الجزء الاول والجزء الثاني يا لطيف لانك امام قصة جميلة ورهيبة ومميزة واكشن وخيال من نوع مميز وحتحس فعلا انك قاعد تتابع فيلم جديد سكرينشوت للشاشة هذه واروح تابع السلسلة وتذكر اهم شيء السلسلة للكبار فقط وقبل كم يوم يا جماعة بدأ تصوير الموسم الثاني من مسلسل بيسميكر واللي كان وراح يظل من بطولة المصارع والممثل جون سينا وفي حالك ما تعرف شخصية بيسميكر اول ظهور لهذه الشخصية كان في سلسلة افلام سوسايد سكواد اول فرقة الانتحارية بالنسبة للأفلام يعني تتابع تنبسط فيها انا ما تابعت المسلسل للامانة ولكن قرأت الكثير من الاراء والمراجعات للمسلسل في السوشال ميديا في مواقع ثانية وللامانة المسلسل عليه تقييمات مرة مرة جيدة ورهيبة غير ان المسلسل تقييم ثمانية فاصلة ثلاثة من عشرة واللي يعتبر في عرف المسلسلات تقييم مرة مرة كويس فاذا تبغى تتابع مسلسل بيسميكر ترى كلها تسع حلقات ومتوفرة الان والموسم الثاني عاد الله أعلم ما تينزل ولو انت من متابعين مسلسل بيسميكر ارجوك شاركنا رأيك في التعليقات والمدير الكبير لشركة مارفل كيفين فيقي يقول لا لاحظة لاحظة هذا هو صرح تصريح جريء جريء بالنسبة له لانه هو تصريحاته كذا ولكن صرح تصريح قد يكون تسويقي وقد يكون حقيقي او قد يكون مزيج من الاثنين تسويقي وحقيقي بالنسبة لفيلم ديتبول الثالث او فيلم ديتبول اند وولفرين طبعا لما اقول لكم تصريح متوقعين انه قال عشرة سطور زي كذا لا لا احنا يكون لها كلمتين كيفين فيقي لما شاف فيلم ديتبول اند وولفرين قال وبعدين قال اوه اقدر اقول كلام للكبار فقط اوه صح اصلا الفيلم بيكون للكبار فقط زاحف اوه اخوان شدوا لاحظة ما الفيلم بقي له ثلاثة اشهر وباذن الله نشوفه في السينما واللي متأكد انه راح يكون واحد من ارواع وافضل افلام السنة وافلام مارفل وافلام الاكس من بكبرى مش افضلهم من افضل عاد يطلع افضل الله اعلم بعدين واتمنى بس انه ما يتعارض الفيلم ويطلع فيه اجندة ويمنعه عندنا واي ارحموا امكم يجزني اتوقع رسالة وصلت احترموا عادات وثقافات الدول الثانية علشان ايش يعرض الفيلم عندهم وتجيبوا فلوس يا دلوخ ومش معقولة كل مرة بنعلمكم يعني واقل من شهر يا جماعة يفصلنا عن فيلم كينجدوم اوف دا بلانت اوف دا ايبس يقلع ام ام والاسم الطويل كوكب القردة الجزء الجديد باقيله اقل من شهر ونشوفه باذن الله في صلاة السينما واللي راح يكون بداية للسلسلة جديدة من عالم كوكب القردة وبتكون مدة الفيلم حوالي ساعتين وخمسة وعشرين دقيقة واللي يعتبر وقت منطقي يعني الى حد ما الفيلم يا جماعة راح يتوفر يوم 10 مي بمشيئة الله تقدر كذا من بيدري تسوي له حجز مبكر او تقدر تنتظر لين ينزل وتحجز في الوقت اللي ناسبك وارجوك ارجوك ارجوك ثلاثة ارجوك اذا ما تابعت سلسلة كوكب القردة القديمة من اروع ما يكون ثلاثة مرتبطة مع بعض والقادم حتبدأ بالجزء هذا ويفترض باقي جزءين جديدة صديقني مش راح تندم قصة مبنية بشكل مرة خرافي ومكتوبة على قدر عالي من الاتساق وفيلم كونغ فو باندا الجزء الرابع يا جماعة غير انه توفر بجودة عالية وتقدر تتابعه الآن من البيت وغير انه برضو ما زال يعرض في السينما وتقدر تتابعه في السينما لو تحب بس ما نصحك يعني البيت ووفر فلوس الفيلم يا جماعة قدر انه يجمع خلال ستة اسابيع اكثر من اربعمائة مليون دولار مع العلم انه ميزانيته ما تجاوزت المائة مليون دولار ناس كتير قالوا حلب كونغ فو باندا خلاص حلبو حلبو كامون اربع اجزاء ايش تقول عن ال شوف يا جماعة انا مو فاكر لو سبق وشاركت معاكم هذا الخبر ولا لا ولكن فيه فيلم حي راح يتم اصداره وتم الانتهاء من تصويره للعبة ماينكرافت لعبة ماينكرافت وفيلم حي ياب احد تانا مستغرب زيك وللحين المعلومات مرة محدودة عن الفيلم ولكن نعرف انه فيلم حي يعني حقيقي ما فيش انيميشن ما لأ فيلم حقيقي كيف ماينكرافت حقيقي الله واعلم وكمان نعرف انه من بطولة جيسون مومواء ممثل كبير وبطولة كمان الممثل الشهير والقدير بلاك جاك جاك بلاك بلاك جاك هذه اللعبة جاك بلاك شوف انك تسوي فيلم انيمياشن لماينكرافت اوكي ايب وورك عادي يمشي بس تسوي فيلم حي اعيد انه حسه تحدي مرة صعب وغالبا الفيلم بيكون تجاري اصلا ايش يعني ايش ايش وين بيروح عادي الافلام اللي تكون زي كده من ذن عغلبها تكون تجارية يعني والهدف من ورائها مال وزلط واشياء ثانية ايش في ايش ايش احيجيبه اسكر من ماينكرافت كمون عموما يا جماعة الفيلم تم الانتهاء من تصويره وراح نشوفه باذن الله في يوم ما في سنة الفين وخمسة وعشرين الى ذلك الحين وخير وقبل نقفل الفيديو يا جماعة ضروري ضروري اني اعطيكم هذه التوصية في فيلم اكشن وتشويق نزل حاليا في امريكا فقط اسمه سيفل وور او الحرب الاهلية الفيلم سوي مرة ضججة في السوشال ميديا وقاعد يجيب تقييمات مرة كويسة تقييمه على موقع ايم دي بي تقريبا سبعة فاصلة ثمانية من عشر او سبعة فاصلة ستة مش فاكر والناس جالسة تطبله وتوصي فيه حاليا مش موجود الا في امريكا ودوبوا اول اسبوع له وفي اول اسبوع له قدر يجيب خمسة وعشرين مليون دولار امريكي خمسة وعشرين مليون دولار امريكي بس في امريكا اسم الفيلم مثل ما قلت لكم سيفل وور وقصته تدور حول حرب اهلية تقع في امريكا وتقلب الدنيا فوق تحت الفيلم ميزانية فقط خمسين مليون دولار وفي اول عرض له في امريكا وفي اول اسبوع له في امريكا قدر يجيب خمسة وعشرين مليون دولار وفي دول كثيرة باقي ما عرض فيها الفيلم عندنا يعني على سبيل المثال ما راح نشوف الا بعد تقريبا عشر او خمسة عشر يوم فلو تبحث مستقبلا عن فيلم في السينما حط سيفل وور عندك في الليستة لان حسب ما قرأت وحسب ما شفت واضح ان الفيلم مرة مرة جيد وعطيكم العافية يا جماعة الى انكم نصرنا نهاية الفيديو ايابلوا لايك واشترك في القناة كان معاكم الوجيه واشوفكم في الفيديو القادم